موسيقى اعتقد ان تغييرات متوقعة من طريق خيري اللاعب الاهلي اخذ المباراة على محمل الجد لانها دي تعتبر بروفة نهائية واخيرة قبل النهائيات فكان فيه نوع من الجدية في اداء جميع اللاعبين كابتن طارق عمل تغييرات في حوالي عشر لعبين ليعطاء فرصة للراحة وان ما بقاش فيه لود على اي لعبة بحيث ان ما فيش وقت من هنا للنهائيات الاهلي ازا ما توقعنا وقلنا انه فرض اسلوب لعبه على المباراة منذ البداية واستوعب فعلا الاخطاء والجميع السغرات اللي كانت موجودة في دفاعه بدأ بدفاعات ضغطة عليها وبعدين في بعض الوقت رجع لدفاع المنطقة رجيلي فص بريك على نادي سموحة سيطر على السلتين في الريباوند اعتقد ان كان معظم لعب الاهلي في حالة جيدة وخاصة الندين وفريدة وبيكو وسرية ومرال وردوة ويارى حتى يارى اسامة النهاردة لسه قادمة من نادي الزمالي قدمت مباراة جيدة جدا نادي سموحة لم يظهر منهم الا جنة مصطفى وبيكو لكن بيحاولوا لكن اعايز اقول ان جميع مباراة الاهلي واسموحة هو ده فارق لسكور في الشوت الاولاني او الشوت تاني ان لم يكن يزيد عن هذا فلذلك فيه يجب ان يكون ان هناك ناعة من الاطمئنان يعني انا النهاردة مطمئن جدا على اداء الفريق عن المباراة السابقة اعتقد ان الاداء ده هيستمر وانه هيبقى فيه فرصة اكتر يعني للعشر او الحباشر او الاثماشر الموجودين نتيجة ان هو طارق النهاردة عايز يريح فلازم عشان يريح لازم اللعيبة كلها تلعب باوقات متساوية دفع بجايدة لعيبة كويسة لسه طلع من الدرجة الاولى الاهل النهاردة دفاعوا جيد جدا وعايز اقول ان الدفاع الجيد بصفة عامة في كرة السلة بيدي مكسب مريحة كابتن طهر يمكن النهاردة شفنا زي ما كابتن سعويبي يقول اختلفنا شوية عن جيم وان يمكن فرقين حتى في الكورتر الاول سيفن بوينتز الكورتر التاني اقوى ايتيم بوينتز شايف ده ازاي سموحة كمان لو ممكن نتكلم مين اكتر حد لفت نظرك في نادي سموحة من لعبات نادي سموحة وازاي ممكن نديفنس قدامهم بشكل اجراسف لو حصل ومثلا هم ازعجونا في الكورتر الاول والتاني ازاي ممكن نديفنس قدامهم بشكل اجراسف في الكورتر التالت والرابع هو طبعا انت سبقتين في الكلام بان احنا كل حاجة بتبقى عبارة عن احصائيات وارقام يعني هنلاقي نبهتنا النقطة مهمة اللي هي ان في الكورتر الاولاني كان نفرق سبعة بنت الكورتر الثاني او بين الشطين تمنتاشر تمنتاشر بنت ده دليل ان الاسكور مش مش ماشي بنفس الوتيرة يعني مش سبعة بنت بقى تمانية بنت عشرة بنت لا ده بقى تمنتاشر بنت ده دليل ان احنا لما هنخش على الكورتر التالت انا يعني الشاكل قدامي والارقام بتقول ان انا حبقى فوق العشرين بنت في الكورتر التالت وان شاء الله يعني مش هنسبق الاحداث الكورتر الرابع هيبقى فرق الاسكور كبير لان تم الحرص شوية في التعامل مع الفرقة اللي قدامي وزايد ان زي ما قال الكاب سلعوي في نادي سموحة في عنده اتنين لعبة بارزين شوية عن بقية المهم معموما عندهم نسبة تلاتة بمت مش كوي مش وحش يعني اللي هي جنة مصطفى اللي هي لعبة الاهلي يعني من ناشئين الاهلي اصلا ولعبة انت رجولا مستواها صراحة كويس اوي وشاي للفرقة وبيكوا طبعا الخبرة والمستوى المعهود لها معروفة الاتنين دول هما ازاي ما نبهتي حضرتك ان مفروض يعني نبقى نخلي بالنا منهم في الوفينس بتاحهم لان معظم نزكور هو جاي من عندهم يعني دول لازم يعني يتمسكوا وطبعا الكاب سلعوي كان تتكلم على ان تنويع طرق الديفينس اللي عملها كابتن طارق ده من الحاجات المميزة للفرق القوية ان انا مبلعبش بالديفينس واحد عشان الديفينس الواحد ده ممكن هاجمة اثنين تلاتة يتضرب يبتلي بقى يتعامل مع انما لما العب بريس ودين ارجع زون طبعا هو بيعمل حاجة زي مفاجأة للفرق ودي ظاهرة صحية الظاهرة كمان الصحية بتاعتنا ان اهنا في روتيشن عالي ان العشر لعيبا من الاثناشر ودي البسكت الحديث ان يتم الروتيشن اللعيب يلعب تلاتة اربعة دقائية بس يلعبهم فول وريحوا ورجعوا تاني فطبعا روتيشن ده كويس يعني عشر لعيبة من الاثناشر في الكوارتر الاولاني والتاني ده حاجة كويس الحاجة التالتة كويسة ان دفعت واحدة زي جيدة خالد ودي لعيبة مبشرة جدا في الاهلي ولسه طلعة من تحت تمنتاشر وحبيبة بيكو وده برضى من سياسات الدفع بالناشئين السياسة الجديدة التي تميز النادي الاهلي صح مظبوط شفناها كمان برضو في رجال السلة صح مظبوط ودي يعني اوجستي بيعملها فعلا وكابتن طارق صراحة النهاردة في سيمي فاينال زي ده وادفع باتنين بنات من اللي لسه طلعين ده حاجة كويسة جدا احنا خلاص يعني يمكن قدامنا على البوردة هو خلاص اقل من دقيقة بتفصلنا عن طبعا انطلاق الشوت التاني ما بين النادي الاهلي ونادي اسموح جيمتو طبعا فإلى هناك مع معلقنا المتميز كابتن احمد المناة